طبعاً واخدين بالنا أن الجو حر جداً اليومين دول وفيه نسبة رطوبة مرتفعة طبعاً المفروض بحسب بسمائنا طبعاً من خبراء هيئة الأرصال الجوية النهاردة هتبدأ موجة حر شديدة وهتستمر لمدة عشر طيام قادر الإمكان نحاول ناخد بالنا من صحتنا ناخد بالنا من صحة ولادنا لأنه ارتفاعات درجة الحرارة بتؤثر بشكل كبير جداً خصاً بالنسبة لناس اللي بتتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر احنا شايفين انها مش عارفة كلمة موجة حر جديدة وكأن الموجة الحر القديمة يعني كان الجو ألطف لي من دول يعني ألطف قليلاً انا مش شفتش لطافة والله خالص في الجو الجو الدراجات الحرارة عاملة ترتفع فترتفع فترتفع مش عارفة حنوصل لفين حتى الجو ألطيف مع الناس كلها إلا أنت احنا مش متعودين على ارتفاعات درجة الحرارة دي وزي ما شاستي بيقول للأسف في ارتفاعات جديدة في الحرارة هتكون بمعدلات ما بين درجتين أو ثلاث درجات على أغلب المحافظات مش عارفة حنوصل لفضل ترتفع لغاية ما نوصل لفين لكن طبعاً احنا في عندنا نصايح دايماً بنتكلم فيها وبننصح بيها نفسنا طبعاً وحضراتكم تعلمناها من الدكاترا والخبراء والمتخصصين قدر الإمكان نحاول ما نتعرضش لأشعة الشمس بشكل مباشر كاب أو غطاء للرأس انتوفر يعني لو هنتحرك بالنهار أو مضطرين نحن ننزل فترات طويلة ونتعرض لأشعة الشمس نحاول قدر الإمكان تكون الملابس بتاعتنا فتحة ألوانها فتحة مش غام أو يكون طبعاً قطنية أكيد كمان من ضمن النصائح دايماً بتتألنا من الخبراء لازم نعبض جسمنا بكميات مية وافية يعني نشرب مية كتير عشان نقدر نحمي جسمنا من الجفاف خصوصاً الرياضيين وكمان ناخد بالنا من الأملاح اللي بنفقدها وقت إفراز العرق بعد ما بنشرب مية كتير نحاول نلبس ندارة شمس والناس اللي في المصايف يا رب يعدوا الفترة دي على خير ويبعدوا عن فترات الظهر وفي رزول البحر ربنا يحمي الجميع صباحكم زي الفل وإن شاء الله يكون صيف جميل وممتع على كل الناس صباح الخير يا مصر